اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة الطالبات الصفة الثانية الزراعي تخصص قسم الصناعات الغذائية والعجال النهاردة ان شاء الله هنستكمل حلقتنا بتاعة اللي فاتت وكنا بنتكلم فيها وبنشرح مادة التكنولوجيا المصانع والمخابز وطبعا زي ما احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان مادة التكنولوجيا المصانع والمخابز هي مش مادة يعني جديدة علينا او مادة بنضفها لك من اجل ان احنا بنزود عليك مواد وبس لا احنا زي ما احنا قلنا احنا بنعد الطالب في قسم الصناعات الزراعية او قسم الصناعات الغذائية الى ان يكون طالب متكامل ازاي يقدر يدور مصنعه ازاي يقدر يكمل مشروعه ازاي يقدر ينمي نفسه من ناحية العلمية بانه يكون عارف كل مجال الممكن يحتكي به فيه اثناء عملية او انتاجه او انشاؤه ليه التصنيع فبنضف له مادة تكنولوجيا المصانع وبنزوده بيها معلومات او بعض المعلومات على كيفية انشاء ان هو يبدأ ازاي يبدأ ينشئ مصنع ازاي ايه هي الشروط اللي ممكن تطلب منه اثناء انشاء ليه المصنع فلذلك انا عند الطالب لازم يكون ملم بكل هذه المعلومات طيب مادة تكنولوجيا المصانع والمخابز النهاردة ان شاء الله حنشرح فيها الجزء الخاص بيها وهو الاشتراطات الواجب مراعطها اثناء او في اختيار موقع المصنع خلاص انا بقى عندي المصنع جاهز اخترته من ناحية المكان وبدأت اختار فيه العمال اللي حيبدأوا يشتغلوا داخل المصنع بتاعي فانا بعد اختيار او بعد اختيار العمال وبعد اختيار الالات او ماكن اختيار الالات بتاعتي ببدأ اختار او بشوف الموقع المناسب لانشاء المصنع الشروط الواجب مراعطها في اختيار موقع الارض اول حاجة عندي تكون الارض توفر مساحة كافية تخدم احتياجات المصنع مثل اماكن الادارة وصلاة التصنيع واقامة الغليات ومخازن المواد الخام تاني نقطة عندي توفر فائد في مساحة المصنع تالت حاجة ان يكون قريب من العمران قريب من منطقة الانتاج كي يسهل حصول عليها طازج طبعا المنتجات يعني اصدي ان المنتج اللي انا هدخله فيه عملية التصنيع يكون المصنع قريب من مواطن الانتاج علشان ايه اسقاخ اوفر فيه الوقت والحصول ووقت الحصول على المنتج بشكل مناسب اختيار موقع المصنع بالقرب من مصادر الخامات الاساسية بعيد عن مصادر التلوث بالقاظرات ومقالب القمامة الابتعاد عن الموقع الغير مصرح فيها بالبناء طيب صلاحية تربط الموقع سعر الارض فلابد البحث عن اقل سعر الارض الصالح يبقى انا عندي شروط علشان انا خلاص انا بدأت او هطيت في بالي ان انا خلاص حبدأ انشئ المصنع فانا بعد ما اخترت العمال واخترت قصد او مجموعة الادارة وعملت جبت الموافقات واوة كان ده كله ان انا حبدأ انشئ المصنع بتاعي فانا اول حاجة عندي لازم اختار فيها الموقع او المكان اللي حنشئ فيه المصنع قطعة الارض اللي حنبدأ انشئ فيها المصنع زي ما احنا شايفين وبنسمع الدولة دلوقتي او بنتابع فيه الاخبار عن المناطق الصناعية بتلاقي المناطق الصناعية دي عبارة عن ايه منطقة كبيرة او ارض كبيرة اذا كان فيه خمسين الف فدان اذا كان بيت الف فدان بتبدأ الدولة بتنشئها بتحطها او بتختار المنطقة الصناعية دي بيكون ليها اكتر من شرط اول حاجة المكان او المصنع اللي انا حنشئها في المنطقة دي ايه الهدف منها هتصنع لي ايه هتصنع لي خشب ولا هتصنع لي منتجات آلية او هتصنع لي منتج زراعي او منتج غزائي طيب لو انا زي ما احنا بنقول زي ما احنا عايزين نصنع مثلا هي هنصنع منتج غزائي يبقى انا اول حاجة عندي بختارها او لازم تتبادر الى زهني انه قرب المصنع لمناطق الانتاج لالاراضي الزراعية للمناطق اللي بيدق فيها الانتاج الزراعي علشان اسهل علي ان انا اورد او ابدأ احصل على المنتج الزراعي بشكل سريع ما يحصلش اي تلف اثناء عملية النقد او بعد المسافة او بعد المساحة او بعد المكان ما بين الانتاج وما بين المصنع يبقى انا اول حاجة عندي او لازم ان انا اختار ان انا بختار المصنع او المكان اللي حد فيه انشاء المصنع بتاعي يكون قريب من مناطق الانتاج طيب ليه عشان يسهل علي التكاليف التصنيع لان انا طبعا عشان خاطر ان المنتج اللي طالع من الارض الزراعية الى المصنع ده هيكلفني نقل طيب هيكلفني ايه؟ هيكلفني وسيلة حفظ ان انا لازم احفظ المنتج ده لحد ما دخله عندي في المصنع يبقى انا بوفر على نفسي خطوات حاجات كتيرة ممكن تعلي معايا القيمة الاقتصادية او تكلفة تكلفة ايه؟ تكلفة ان انا بتوريد المنتج يبقى انا اول حاجة باختار ايه؟ اللي بكونك رايق اقريب من مناطق الانتاج طيب ان انا يكون سعر الارض يكون الارض سعرها رخيص ما يكونش سعرها غالي ليه؟ لان ده برضو هيزود معايا تكاليف الانتاج تكون الارض قريبة من المناطق السكنية طبعا المصنع ده هيشتغل بعمال يبقى انا لازم ان يكون المصنع قريب من المناطق السكنية بحيث ان انا ابدأ العمال اللي يشتغلوا معايا دول او اشتغلوا عندي دول ما يزودوش عندي مصاريف نقل ان انا بجيب العمال من البيت لحد المصنع او من اماكن تجمعهم لحد المصنع فده بيكلفني وقت وبيكلف العمال فلوس وبيكلف كمان مصاريف على المصنع فبيعلي من قيمة ايه المنتج ان يكون قطعة الارض دي يكون فيها مساحة كافية لان انا ابدأ اعمل فيها اكتر من حاجة طبعا انا عارف او احنا عارفين ان المصنع لما بجيب انشئه بنشئ به اكتر من قسم من مثل قسم الانتاج وقسم التخزين وقسم الادارة ولو كان حلحق به منطقة مثلا او جزء لي عادة تدوير المخلفات واذا كان مثلا حلحق فيه او حضع معاه منطقة لانتاج بعض المنتجات مثلا اللي ممكن ادخلها جوه المصنع عندي فاذا انا لازم احط في اعتباراتي فيه اختيار موقع الارض اكتر من نقطة زي ما احنا قلنا بنحطها فيه اعتباراتنا او شرحناها فيه النقطة او الشروط الواجب ونعطها في اختيار موقع الارض طيب تاني الشرطة عندي تصميم لوحة او مكتل المصنع بطريقة جيدة طبعا انا خلاص انا اخترت المصنع او اخترت قطعة الارض وبدأت عملت حساب المساحات بتاعتي فيها وقلنا زي ما احنا قلنا اني تكون قريبة وي 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 وتكون قريبة من الانتاج وتكون قريبة من المنطقة السكنية وتكون على الطريق او قريبة من الطرق والمواصلات لازم بقى خلاص انا بدأت اخترت الارض فببدأ اعمل مكت او ببدأ ارسم على قطعة الارض دي المصنع بتاعها هيبقى شكله عامل ازاي بعمله رسم ليه او مدخل ليه المصنع ازاي حنقل المنتجات او حرقة المواد الخام داخل المصنع نفسه اماكن انتظار السيارات مناطق تحميل وخطة التخلص من الفضلات والمخلفات مناطق الانتاج والتخزين وخدمات العمال تجهيز تنقية المياه ومناطق تخزين او معالجة المخلفات توفر شبكة الاتصالات جيدة داخل المصنع توفر سياج واقي فعال يعني كسور حول المصنع انشاء الحضائق التي تزيد على المكان والمظهر الجمال يعني انا خلاص انشاءت المصنع دلوقتي انا بعمل تصميم او مكت ليه المصنع وزي ما احنا بنشوف بعض الاحيان بتلاقي فيه بعض المصنع بيبقى في مدخل المصنع من جوة من برا مكت معمول حواليه كده مثلا ايه صندوق ازازي او زجاجي يعني بيشرح فيه شكل المصنع من جميع الجهات بيجيب لك فيه مواطق مثلا او عاملك فيه منطقة لانتظار السيارات من مدخل البوابة بتاعت المصنع جايب لك فيه مبنى او شكل مبنى الإدارة جايب لك فيه الأماكن بتاعة الإنتاج أماكن التخزين إذا كان فيه ملحق مزرعة للمصنع لإنتاج منتجات المصنع نفسه فإذن أنا بعمل مكتة كامل للمصنع بحيث أننا يبقى أنا زي ما إحنا بنقول كده وتصور لشكل المصنع قبل الإنشاء تصور لشكل المصنع بالكامل قبل الإنشاء طيب بعد كده الشروط الواجب مراعاة برضو في بناء المصنع الأول شكل مباني المصنع يفضل أن يكون المصنع من طابق واحد حتى تسهل عملية التنظيف والتهوية والإضاءة تاني حاجة يأخذ المصنع شكل آي أو يأخذ خط غير مستقيم ويأخذ شكل يو أو إل عدد الأقسام يتكون المصنع من ثلاث أقسام وهي صلاة الإنتاج والمخازن ومكاتب الإدارة مع مراعاة نوقع الغليات والمخازن والسلاجات ومباني ملحقة للراحة العمال يبقى أنا شكل مباني المصنع إن أنا بعمل أشكال إن أنا أشوف آه أنا هعمل المصنع ده دور واحد ولا دورين طيب لو أنا هعمله دور واحد طيب هعمل خط الإنتاج شكله إيه؟ هعمل خط الإنتاج مستقيم يعني أنا بدخل المنتج الخام أو المادة الخام من خارج المصنع أو بجيبها من خارج المصنع وبدخلها على المكان والآلات اللي عندي ومع العمال اللي عندي بشكل مستقيم بحيث إن يكون في نهاية عملية أو نهاية الصالة أو نهاية المكان اللي أنا بشتغل فيه الإنتاج يكون في النهاية باخد المادة الخام أو باخد المادة اللي أنا صنعتها أو خلاص عملت إيه؟ عملية تصنيع باخدها لخارج المصنع فإذن أنا هاختار حرف إل أو حرف يو لو أنا هشتغل مثلاً المكان مكمل من بعضه من صالة معينة يبدأ يتنقل من الصالة دي إلى صالة مثلاً لو أليكن صالة التجهيز ومن صالة التجهيز إلى صالة التعبئة والحفظ فإذن هشوف أنا الشكل اللي حينسب أو اللي حينسبني في المصنع وطبعاً ده بيختلف على حسب إذا كنت أنا طبيعة المادة الخامة أو طبيعة المنتج اللي أنا هشتغل فيه إذا كان هشتغل فيه مصانع تعبئة إذا كنت هشتغل فيه مصانع لإنتاج عصائر إذا كنت هشتغل فيه مصانع إنتاج مغبوزات يبقى إذن طريقة التصنيع أو النوع المصنع أو المصنع اللي أنا أو منتج اللي أنا هخرجه ببدأ أحدى عن طريقه شكل المصنع اللي حدى أنشئه إذا أنا عندي بأخذ المصنع شكل I أو U عدد الأقسام يتكون المصنع من زي ما قلنا أقسام المصنع زكاية تصالات إنتاج أو مخازن أو مكاتب مع مراعاة الموقع الغليات والمخازن والسلجات يعني زي ما إحنا بنقول إيه إن إحنا بنحدد الأماكن داخل المصنع شكلها إيه تاني حاجة عندي تقسيم خط الإنتاج إلى مناطق إن أنا بقسم المصنع نفسه إلى أكتر من جزء أول حاجة تقسم بصورة منطقية متوافقة مع الطلبات إنتاج منتج آمن زي ما إحنا بنقولنا طيب تاني حاجة الحد من انتقال العمال من منطقة الأخرى إلا في حالة الضرورة تالت حاجة عدم التقسيم اعتمادا على أسباب شخصية تدريب جميع العاملين على متطلبات العمل في كل منطقة استخدام خرائط لذلك يوضح عليها كل الإرشادات الضرورية مراعاة صريان المواد بين المناطق المختلفة أثناء مراحل التصنيع التطبيق الصارم لأسس البرامج أو البرنامج الصحي المميز يبقى أنا خلاص أنا عملت شكل لي المصنع أو قسمت المصنع بنيت المصنع زي ما إحنا نقول وقسمت وقلت هنا الإدارة هنا الإنتاج وهنا المخازن طيب هنا بقى الإنتاج حد أشوف إزاي هتعامل داخل المصنع أو داخل إدارة الإنتاج أول حاجة عندي لازم قبل ما أدخل المصنع أو داخل العمال إلى صلاة الإنتاج لازم أشوف العامل ده مطبق أو متطبق عليه الشروط الصحية اللي الدولة اشترتتها عليه ولا لأ يعني معاش هذا الصحية أنه سليم ومعافى مفيش عليه عنده أي أمراض مفيش عليه أي حاجة معدية بحيث أنه يقدر أو يحصل أنه ممكن ينهالي للمنتج الغذائي أو المنتج اللي أنا بصنعه يبقى أنا ده لازم أحطه في اعتباري الشروط الصحية للقائمين على عملية الإنتاج تاني حاجة ببدأ أحدد داخل المصنع الانتقال آه هنا أنا عامل مثلا فيه هنا عملية استقبال مثلا للمنتج يبقى له عمال لبسين بشكل معين لبس بلون معين بحيث أن العمال ده بلبسها ده ما يتنقلوش مثلا لمنطقة الإنتاج الفعل أو منطقة التصنيع الفعل يبقى أنا عندي عمال الاستقبال غير أو استقبال المادة الخام غير عمال التصنيع غير عمال المخازن ببدأ أحدد لكل طبيعة أو كل عامل أو كل مجموعة أو أفراد ليهم شكل معين طبيعة معينة منطقة معينة ما يتنقلوش منها لمكان آخر لأن كل منطقة بتحدد علي طبيعية يعني كل منطقة إنتاج بتحدد علي طبيعة العامل اللي بيشتغل فيها ممكن عماء مثلا عامل يخش أو يدخل مثلا من منطقة التصفية أو منطقة استقبال المنتج يدخل فيه منطقة الإنتاج لو هو جاهل بالأمور أو جاهل بالتعاون مع المكان أو الآلات اللي بيشتغل عليها ممكن يعمل لي تلف ليه المكانة دي أو الآلة اللي بنعمل بيها عملية الإنتاج فبوصلي المنتج اللي طالع كله طبعا ويبقى عندي خسائر فأنا لما بحدد له المكان وبحدد له اللون اللبسي بتاعه والمنطقة اللي بيشتغل فيها ببدأ أنا أتابعه أو بتابع حركة العمال داخل المصنع التدريب جميع العاملين على متطلبات العمل في كل منطقة يعني إيه؟ آه أنا لو أنا إنسان أو راجل حكيم آه لأ أنا جيب كل العمال عندي يكونوا عارفين أو بدورهم زي ما احنا بنقول على جميع مناطق الإنتاج أو مناطق المصنع كله ليه؟ قد يحدث عندي مثلا إن فيه عندي فيه أثناء الإنتاج أو فيه خط إنتاج معين أو في منطقة معينة للعمل آه إن فيه عامل غاب عامل تعب أو حصل مشكلة أو مجموعة عمال معينة حصلت له مشكلة أثناء عملية التصنيع طبعا أنا هوقف الإنتاج لا بقدر أجيب من خط تاني أو منطقة تانية عمال بيكونوا متضربين وعندهم خبرة وافية يبدأوا يعينوني أو يساعدوني فيه إن هم يخشوا فيه خط الإنتاج الجديد دو علشان إيه؟ ما يوقفش عجلة إنتاج المنتج علشان ما يوقفش إيه؟ عجلة إنتاج المنتج طيب بعد كده الصرف وجامع المخلفات أول حاجة واحد توفير النظام جيد لصرف الماء والتخلص من القذرات بعد كده البلعات مغطاة ومزودة بمصافي والتخلص من المخلفات بطريقة سريعة تجنب خروج الروائح الكريهة ودي طبعا لازم نحطها في اعتباراتنا لأنه طبعا لو أنا عندي حكاية أنه ببدأ أشوف أماكن الصرف اللي فيه المصنع لازم أكون نحدد لها أماكن بعيد خالص عمارات الإنتاج عمارات خروج المنتج ليه؟ لأنه طبعا المصارف عندي دي أو الفضلات أو المخلفات بتاعت المصنع دي بتبقى فيها بعض الروائح بعض مثلا الحشرات اللي بتتواجد عليها فطبعا أنا لازم نعمل لها عملية إيه؟ عملية إبادة للحشرات دي طيب أثناء ما أنا بعمل عملية إبادة أو أثناء وجود الحشرات أو أثناء وجود الروائح اللي احنا بنقول عليها دي ممكن يحصل إيه؟ ممكن يحصل أن حاجة من دي تتنقل ليه المنتج اللي أنا بعمله فطبعا يحصل لي خسائر جندة جدا طبعا يحصل مشاكل صحية للمنتج يحصل مشاكل صحية مع الدولة المستهلك طبعا خلاص هيفقد السقة خالص في المنتج اللي أنا بطلعه فلازم أكون مركز قوي في الثلاث نقط اللي احنا قلناهم اللي فاتوا وأهمها طبعا نقطة إيه؟ مناطق وجود نواتج عملية الإنتاج من المخلفات اللي احنا قلنا عليه طيب بعد كده من الاشتراكات الوجب مراعطة في بناء المصانع أقرابي حاجة حركة سريان المنتج والأفراد أول حاجة عندي سريان المنتج فصل الأماكن النظيفة عن الغير نظيفة وفصل مناطق استخدام الماء عن المناطق الجفة ويراعة الفصل التام بين المنتجات والمخلفات ويراعة كمان الفصل التام بين المواد الخام والمنتج النهائي طيب يعني إيه الكلام ده؟ أنا دلوقتي خلاص أنا عندي خط الانتاج موجود خط الانتاج بقى منشأ بدأت أنا أطلع المنتج بتاعي طيب فبساق خط سير أو أثناء سير المنتج بتاعي أو أثناء تجهيز تصنيع المنتج لازم أعمل عملية إيه؟ إن أنا ببعده عن المنتجات ببعد المنتجات عن بعضها ما بخليهاش يبقى فيه فرق زمني ما بين المنتج والآخر أو ما بين المادة الغذائية والأخرى عشان ما يحصل لاش عملية إيه؟ الاتصاق أثناء عملية التصنيع ببعدها كمان عن مكن الميا يعني ممكن يحصل مثلا إن فيه بعض المنتجات بتنزل مثلا سائل منها لو أنا حطيت عليها أو وضعت عليها المنتج الآخر فيحصل لها عملية تلف فإذا أنا لازم نركز قوي في حركة سير المنتج إن أنا ما خليش المنتجات يحصل لها عملية إيه؟ تكدس مع بعضها أو تكدس على بعضها أثناء سيرها في عملية إيه؟ إنتاج المادة الغذائية طيب تاني حاجة قلنا حركة وسريان الأفراد يجب فيها اتباع مياد تقليل حركة الأفراد حجرات تغيير الملابس قريبة من أماكن الانتاج على قدر المستطاع تخصص حجرات مستقلة للأشخاص العاملين وتعقيم الأحزية والأيدي وارتداء واقي الملابس الجديدة يبقى أنا الأفراد اللي أنا أو عمال المصنع اللي أنا بشغالهم عندي لازم أعمل لهم شوية اشتراطات أول حاجة إنه زي ما إحنا قلنا قبل كده إن إحنا بنقلل حركة الأفراد داخل المصنع لأن مثلا لو جيه عندي مثلا في بعض الأحيان قد يكون فيه عندي مثلا فيه داخل المصنع في بعض الخطوط بيحصل لها عملية إيه زي ما تقول إيه مثلا بيبقى عندهم فترة من الراحة في بعض الخطوط بيبقى عندهم فترة إيه من الراحة زي ما قلنا مثلا أنا عندي خط لاستقبال المنتج فالخط ده مثلا متوقف حاليا أو مستدنين لسه طلبية تجلب زي ما إحنا بنقول الطلبية دي لسه بداخلتش المصنع وهم قدامهم فترة راحة على ما تيجي من بره طيب وفيه عندي عمال جوه المصنع شغالين في إنتاج المنتج اللي عندي لو أنا العمال دول ما حددت لهمش المكان وستهم يتنقلوا جوه المصنع أثناء الراحة بتاعتهم فبيعمل إيه طب بيأثر على العامل أو بيأثر على تركيز العامل اللي شغال عندي جوه المصنع فإذن أنا لازم أحدد له مكان وقول له آه خلاص ده مكانك خلصت شغل أو مستني أو أنت في فترة راحة أو مستني لسه الشحنة بتاعتك على ما تيجي ما تتنقلش من مكانك لحد ما يجي لك إيه الشغل بتاعك طيب العمال اللي جوه في خط الإنتاج ما حدش يروح لهم أو ما حدش يتواصل معهم عشان ما يعملوش إيه ما يعملوش عملية إيه يلهي عن الشغل زي ما إحنا بنقول أو بيضيع تركيزه عن الشغل فهم يعمل لي مشاكل في المنتج اللي طالع طيب يبقى دي أول حاجة تاني حاجة إن أنا بقرب له المكان بتاع التغيير مثلا فرضنا مثلا إن أنا إيه عندي حجرة التغيير لو بعيدة عن حجرة الإنتاج أو مواطن الإنتاج إيه اللي هيحصل؟ ممكن يحصل تلوث للهدوم أو الملابس اللي بيشتغل بيها الفني أو اللي بيشتغل بيها العامل داخل المصنع فإذا أنا لازم نقرب له مكان أو حجرة التغيير لأماكن الإنتاج وفي نفس الوقت وأثناء ما أنا مقرب الأماكن دي لازم يكون حجرة التعقيم كذلك قريبة من إيه؟ قريبة من برضو أماكن الإنتاج يبقى أنا بربط يعني بربط المباني أو بربط الأماكن دم بعضها علشان ما تأثرش على حركة إيه؟ أو تأثر على المنتج لأن طبعا أنا مطالب باشتراطات صحية صارمة معينة عشان ما يحصلش أي تلايوس للمنتج اللي طالع من عندي فيحصل عندي إيه؟ بعض إيه؟ المشاكل طيب يبقى زي ما قلنا خصص حجرات مستقلة للأشخاص والعاملين وزي ما احنا بنقول تعقيم الأحزية وارتداء واقي الملابس الجديدة خامس حاجة عندي مواصفات الأرضيات مواصفات الأرضيات والحوائط ما قدرش أفصلها عن بعض أول حاجة عندي مقاومة لنفاذ الماء أو أي سوائل أخرى يتحمل الضغوط الفيزيائية أو الميكانيكية يتحمل استخدام الكامويات المختلفة أن تكون الأرض ذات ميل مناسب سهلة التنظيف خالية من الشقوق أو الكسور استخدام موض مبطنة للأرضيات لا تساعد على انزلاق العمال بدون زوايا التقاء تشجع بنواء الحشرات أو تراكم المخلفات والتقاء الأرض مع الحائط بزوايا مستديرة طيب طيب هو أنا الأرض أو الأراء الأرض اللي أنا عملت بها المصنع أو اللي عملت بها مثلا وحدة الإنتاج أو الوحدة اللي شغال عندي لها مواصفات آه لازم يكون لها مواصفات طيب إيه هي مواصفاتها؟ أو الحاجة زي ما قلنا متكون مقاومة لنفاذ الماء ما تخليش المية لا يخرج منها ولا يدخل منها يعني إيه ما جيش أبس ألاقي مثلا أنا ماشي جوه المصنع ولاقي جوه المصنع مثلا في بركة مية عندي بركة المية دي ما هتأثر على المنتج اللي طالع وهتبقى من ضمن الشروط اللي المفروضة دي الدولة عملها عشان المصنع ينشف هتعمل لي مشاكل صحية مع وزارة الصحة فإذا أنا من ضمن الشروط أن الأرض ذات نفسها ما تكونش منفزة للماء لا يخرج منها مية وفي نفس الوقت كمان إيه ما يخرجش إيه منها الماء أو السائل طيب تاني حاجة تكون سهلة التنظيف زي ما احنا بنستعمل فيه البيوت عندنا لما يبقى عندك مثلا الأرض أو الشقة عندك مثلا معمولة ببلاط أو معمولة بصيراميك غير لما تبقى معمولة أرضية بأسمن ليه المعمولة ببلاط والصيراميك ده بيسهل عليها عملية التنظيف بيسهل عليها أن أنا بزيل الأوساخ وفي نفس الوقت بقدر أن أنا أعقامها لو كنت هستعمل مثلا مية بوكلور أو حاجة زي كده فبتبقى عليها سهل عليها أن أنا أتضافها طيب تالت حاجة أنها تكون تتحمل الأوزان والأسقال وأنا دلوقتي لما أحط المكان جوا المصنع عندي أو جوا الوحدة عندي هحطها على إيه؟ هلأها في الهواء؟ لأ ما أنا لازم أن أحطها على الأرض طيب الأرض اللي أنا هستعملها دي إذا كنت هتحط مثلا أو حضع الألات أو المكان ده في أرض لازم أن يكون أرض خرصانية معمولة مثلا بشكل معين أو معمولة بأوزان معينة بأي لازم تتحمل عند الأوزان طيب حاجة تانية فبعض الأحيان أنا بعمل نقل أو انتقال من المنتج لمنتج مثلا من أماكن لمكان أو باستخدم عربيات أو ترولات معينة زي مثلا أفران الفرن مثلا إيه؟ الفرن عبارة عن إيه؟ كبير إزي ما إحنا عارفين بيبقى بتخش جواه العربة محطوط عليها السجان فبتخش جواه العربة عشان عملية إيه؟ التسوية طيب لو أنا عندي الأرضية بتاعت المصنع اللي أنا بعمل عملية التصنيع فيه أو المخابز اللي أنا بشتغل فيها لو الأرض بتاعتها مش كويسة العربيات اللي بتنقل المنتج مثلا من العجنات أو من أماكن التخمر أو المخمرات إلى الأفران الأرض مش مستوفى بيحصل عندي مشاكل فيه إيه؟ العربية ممكن أو ترول اللي أنا نقل فيه السجان بتاعت دي ممكن يحصل لها أنها توقع ممكن يحصل لها أن العجل بتاعها يتكسر فده كله طبعا بيأثر علي وبيعمل لي عملية إيه؟ تلفة وبيعمل لي عملية إيه؟ مشاكل وخسائر مادية بالنسبة لي واقتصادية طيب وتكاليف يعني ده كله برضو مرتوط ببعض طيب استخدام مواد مبطنة الأرضيات لازم راعي برضو أثناء عملية إن أنا بنشق أو بعمل عملية الموصفات الأرضيات اللي أنا بستخدمها لازم زوية التقاء زوية التقاء للحائط بالأرض في بعض الناس بتبقى الزوية عبارة عن زوية قايمة يعني الأرض وجنب منها الحائطة زي ما إحنا شايفين كده بتبقى الزوية اللي في النص دي زوية قايمة طيب لو أنا عشان بقى الزوية القايمة دي أو الزوية الحادة اللي هي ما بين التقاء الحائط والأرض الزوية الحادة دي بتبقى صعب إن أنا أنظفها فتجمع فيها الأوساخ والأتريبة أو نواتج المصنع فدي بمكن تعمل لي مشاكل صحي طيب أنا بعمل إيه بحط مثلا أو بضع مادة معينة ما بين الزوية دي بحيث إنها تكون بشكل مائل بشكل إيه مائل إيه علشان أنا لما يبقى عندي بشكل مائل زي ما إحنا شايفين كده بيبقى سهل علي أن دي أنا إيه أنظف الممكان التقاء إيه الأرض بالحيطة فبيبقى سهل علي التنظيف ويحصلش فيها إيه أي تراكم للأوساخ والأتريبة عليها طيب أنت كون الأرض زيتميل مناسب سهل التنظيف طبعا ليه زيتميل مناسب زيتميل مناسب دي علشان خطر يا جماعة أنا طبعا لو أنا مثلا بعمل عملية غسيل متكرر ليه المصنع اللي بيحصل عندي إيه إن المية لو أنا مثلا ما كانش عندي ميل في الأرضية مثلا بتاعت المصنع فالمية بتلاقي وقفت في مكان معين عملية زي ما تقول إيه إحنا نقول عليه بركة بسيطة كده شوات مية وقفين في مكانهم ما بيتحركوش طبعا ده مثلا ممكن يعمل إيه ممكن يعمل مثلا نخلي عامل عندي شغال يحصل له أنه يتزحلق فيها زي ما إحنا نقول أو يحصل له انزلات طب اللي يحصل له يعمل بقى مشاكل مثلا الرجل ده يتصاب يكلفني مصاريف علاج وهو كان ده كله وفي نفس الوقت برضو بيكلفني تعطيل خط إنتاج إن الرجل العامل ده هو مسؤول عن منتج أو خط معين في الإنتاج بتاعه فبيحصل لي عملية إيه عملية خسارة فإذا أنا لازم يكون عندي الأرضيات لازم يكون لها زاوية ميل معينة أولا ما تأثرش على العمال وقفين بقاش العامل مثلا واقف متدايق إن الأرض مثلا إيه مش مزموطة تحت ميلة لا يا ده درجة معينة كده بحيث إن أنا إيه بعمل عملية مثلا ميل مناسب بشكل بسيط يساعد جريان الماء أثناء التنظيف من الأعلى إلى الأسفل وما يؤثرش على حركة الإيه الإنتاج داخل المصنع طيب مواصفات الحوائط أول حاجة تكون أصطحها سهلة التنظيف مغطاة بطبقة من الإسمنت اللحمات أو الواصلات لا يكون بينهما تجويف الواصلات مبرشمة القوائم أو الأعمدة ملساء أو مستديرة الاتحادات بين الحوائط يجب أن تكون منحنية الحوائط المعدنية منحنية زي إيه زي ما إحنا نقوله ما تكونش درجة قايمة زي ما إحنا نقوله الدرجة القايمة دي هي اللي بتخلي المكان أو أنه يسهل صعب علي أنه ننظف المكان دول فلذلك تكون إيه زي ما إحنا نقول إيه منحاوية فيها نسبة استدارة بسيطة علشان يسهل علي إيه عملية إيه المسح والتنظيف بتاعها لأن الزي القايمة زي ما إحنا نقول بيبقى صعب علي التنظيف بتكون سهل جدا أن يعاشش فيها الحشرات وسهل جدا أنها تكون موجود فعل أوساق وصعب أن أنا إيه بعمل لها عمل لها تنظيف طيب يبقى أن الاتحاد بين الحوائط يجب أن تكون منحنية الحوائط المعدنية أو البلاستيكية تجب أن تكون بسمك مناسب مواصفات الأسقف قابلة للتنظيف والغسيل وخالية من الشقوق السقوب الناعمة ومسطحة وكل الأجزاء المرتبطة بالأسقف يجب أن تكون سابتة حتى لا تكون مصدر تراكم الأتربة يبقى دي عندي مواصفات إيه؟ الحوائط زي ما إحنا نقول أنها تكون سهلة التنظيف طبعا أن تكون مغطرة طبقة الأسمنت عشان تعمل عملية حماية حماية ليه المصنع للداخل ما يدخليش من طريقها مثلا سهل أنها أن يدخل منها مثلا إيه؟ الحشرات أو سهل أن يدخل منها الأتربة أو كلام دوت داخل المصنع فلازم أن تكون حوائط بتاعتها أسمنتية قوية صلبة ما تتأثرش بالعوامل الجوية اللي بتحصل فيه الخارج يبقى إيش مثلا العامل شغال عندي أو الخط الإنتاج شغال وبصر رأي مثلا إيه؟ اللي هو داخله من كل ناحية أن مثلا الببان حوائط عمالة تهتز أو أن أنا عملت حوائط مثلا من نوع معين مثلا بيبقى سهل أن يدخل منها الأتربة أو الرياح القوية يبقى أنا عندي طبعا تكون الحوائط ملساء عشان تسهل عملية التنظيف طيب بوصفات الأسقف زي ما احنا عولنا أن احنا تكون سهل إيه؟ أن تكون الأسقف دي سهل أنها تنفذ لي أو تدخل لي أشعة الشمس لو أنا عندي منتج مثلا معين بيحتاج أن أعرض العمال للشمس كنوع من نوع التهوية أو أن أنا أعمل فيه فتحات معينة للتهوية دي برضو تفرق من مصنع لآخر في بعض المصانع من يحتاج أن يكون الأجواء داخلها مغلقة تماما وفي بعض المصانع بيقول لا أن نعمل لها مثلا فتحات تهوية في السقف عشان يدخل لي مثلا هوى ناقي أو يدخل لي هوى طبيعة أو تجديد للهوى داخل المصنع بالذات لو كانت أفران فأنا بحاول أن أنا في الأفران أن أنا بعمل في السقف فتحات تهوية معينة بفتحها في أوقات معينة علشان الأبخيرة والحرارة العالية اللي بتبقى طالعة من الأفران أثناء الاستخدام بخرجها عن طريق فتحات التهوية الموجودة في السقف طيب بعد كده شكل الأبواب والنوافذ مواصفات أبواب المصنع يجب أن تكون محكمة القفل وغلقها يكون أوتوماتيكية تصنع من مواد قابلة للتنظيف وغير قابلة للصدق والتأكل يفضل استخدام الأبواب المزدوجة مواصفات نوافذ المصنع واحد النوافذ على ارتفاع 2 متر مغطاة بشبكة من السلك اتنين يكون الشباك سهل الفك والغسيل والتنظيف تلاتة يجب أن تكون النوافذ محكمة القفل اربعة يجب أن تكون النوافذ عتبة أو برويز يعني يكون لها عتب معين كده أو برواز معين على شكل خاطر ما يبقاش فيه المكان اللي فيه طلاقي السلك بالحلق مثلا النافذة يده يخش عن طريقه أو يدخل عن طريقه الحشرات أو يدخل عن طريقه الهواء أنا بعمل لها عملية غلق تام بحيث أنها ما تدخليش أي حاجة من بره تقوم تعمل لي إيه تلف ليه المنتج أو تكونه خلفه للاشتراطات الصحية طبعا الكلام اللي نقوله ده جماعة ده عبارة عن الاشتراطات الصحية اللي مفروض أن أنت بتعملها أثناء انتاج المصنع أو أثناء إنشاء المصنع بتاعك لأن الاشتراطات الصحية دي بيبقى عليها طبعا متابعين كتير جدا من وزارة الصحة ومن وزارة التصنيع اللي هي بتيجي تتابع كل الحاجات دي أول بأول ولطبعا لو لقت عندك أي حاجة مخالفة أو أي حاجة من الحاجات دي أو الشروط دي مش مطبقة عندك أو أنت مش منفزه فبتعمل لك مشاكل أو بتعمل لك مثلا عدم مطبقة لمواصفات وبتدخلك فيه غرامات وبالتالي بتدخلك لمشاكل مع الوزارات المختلفة فاحنا بنتلاشى الحاجات دي وبنعرفها قبل ما تنشئ المصنع بتاعك عشان يبقى عندك فكرة ممهدة إزاي أنت تقدر تتابع الحاجات دي كلها وما تتعرضش للمشاكل يجب أن تكون النوافذ زي ما نقول نوافذ عتبة أو برويز النوافذ المكسورة يجب استبدالها طبعا ده شيء أساسي واستخدام الزجاج الجيد الغير قابل للكسر يبقى أنا عندي مواصفات الأبواب تاخل المصنع طبعا لازم يكون زي ما احنا قلنا أول حاجة أو في البداية عندي زي ما احنا بنقول أن تكون الأبواب سهلة التنظيف سهلة الفتح سهلة الغلق وفي بعض الأحيان أو في بعض المصانع بيكون الفتحة والغلق أوتوماتيكية طيب إيه تاني؟ أن في بعض المصانع بنستخدم حاجة اسمها الأبواب الدوارة الأبواب الدوارة دي عبارة عن إيه؟ باب له مركز معين وبتلف عليه الببان بكله أربع اتجاهات بيلف عليه المثال اللي عايز يدخل المصنع بيلف داخل الدوار دوت بحيث أنه يتنقل من مكان الدخول إلى مكان الخروج طب ده بيبقى حلو إيه الميزة فيه يا أستاذ؟ الميزة فيه أنه بيبقى يعتبر إيه؟ تعقيم أفضل وغلق أفضل للمصنع فما بيحصى بيكون عملية الدخول أو الخروج للمصنع فيها نسبة أمان أكتر فيها نسبة تعقيم أكتر للمصنع من الداخل من المكونات الخارجية لأن طبعا البيبان دي بتبقى في الأربع التجاهات بتاعتها بموجود فيها مثلا كاويتش أو موجود فيها فرش معينة بتبقى تسهل عملية التنظيف أول بأول وفي نفس الوقت إيه؟ إنها زي ما إحنا بنقول إيه؟ بتحمي المصنع من الداخل إنه تنقله أي أتربة أو أي شوائب من الخارج طيب جوبة دي كانت إيه؟ مواصفات إيه؟ الأبواب طب مواصفات النوافذ زي ما إحنا قلنا ودي حاجة سهلة قوي لو أنا قلتها لأي حد ممكن يركز معاه فيها إن هي إيه؟ إنه يكون موجود عليها سلك إنه يكون فيها عتب إن الإزاز بتاعها يكون سليم ميكونش مكسر الإزاز بتاعها يكون صلب أو الإزاز اللي وإحنا بنقول عليه إزاز الجامل اللي هو التخنات اللي هو مثلا 10 ملي أو 8 ملي أو 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 أي كان بحيث إنه بيبقى سهل أو بيبقى صعب إنه يكسر أو يحصل له عملية إيه؟ تلف طيب سابع حاجة عندي اختبار وترتيب الأجهزة والمعدات يجب وضع الأجهزة في ترتيب متتالي مرتبط مع عملية التصنيع ده شيء أساسي طيب اتنين حساب المسافة بين الأجهزة طيب مراعاة سعة الأجهزة يراعى في وضع الأجهزة أن لا يكون هناك فاقد في القدرة الإنتاجية عن طريق وضع أجهزة تتناسب قدرتها مع الإنتاج الاستعانة بالأجهزة غير معقدة اختيار الأجهزة التي تحتاج في عملها إلى قوة محركة أو استهلاك كهربائي اختيار الأجهزة التي تشغل الحايز الصغير يجب تجنب استخدام الخشب والزجاج في أجزاء المعدات طيب قبل ما نكمل بقية النقاط نحاول نفهم كده أو نشرح نقطة كده نقطة بحيث أننا الدنيا ما توسعش معنا أكتر من نازم ونفق التركيز طيب يجب وضع الأجهزة في ترتيب متتاعد أنا دلوقتي خلاص أنا عندي المصنع طبقت فيه كل الشروط اللي احنا قلناها اللي فاتت اخترت المكان عملتنه الماكت بدأت أشوف أماكن الإنتاج وأماكن التصنيع وأماكن الاستقبال يعني طبقت كل الشروط اللي فاتت خلاص بدأت بقى اخترت الأجهزة اللي عندي أو المعدات أو الماكن اللي حد أشتغل عليه طيب ايه بقى الشروط المكان أو اللي أنا حد أحطه أو أضعه داخل خط الانتاج يبقى أنا لازم يعني أنا أشوف أنا دلوقتي المنتج أو المنتج اللي أنا حستخدمه ايهي الخطوات الانتاج بتاعه هل هو أن أنا بنتجه في مثلا أفرام معينة أو بعمله عملية انتاج مثلا لو قلنا هو عصير مثلا معين فخطوات الانتاج بشكل متتالي يعني مثلا بعمل عملية كذا فارز ثم عملية غسيل ثم مثلا عملية استخلاص العصير أو كده فأنا لازم أركز في الخطوات المتتالية داخل عملية التصنيع طيب فلو قلنا مثلا أن أنا حعمل عملية انتاج مثلا عصير طيب إيه اللي هيحصل؟ أن أنا بستقبل المادة الخام بعمل لها عملية غسيل طيب بعد كده بعمل لها عملية فارز بعد كده بعمل لها عملية عصر أو استخلاص العصير ثم تسفيه وترشيح وترويء طيب أزم أنا لازم أقرب خطوط الانتاج لبعضها طيب وبعد كده في الآخر فيها حاجة اسمع عملية التعبية طيب أنا لازم أقرب خطوط الانتاج لبعضها ما عادش بمسافات ما بينهم بحيث أن أنا يأخر معايا انتاج المنتج لأن أنا لو أنا ما أردتش مسافات أو المكن لبعضه حيأخر معايا انتاج المنتج طيب ما هيستهلك معايا وقت يبدأ استهلاك معايا طاقة أو كهرباء يبدأ يزود معايا الوقت المخصص للعمال أنا بشغل مثلا عامل لمدة 8 ساعات فأنا عايزه بخلال 8 ساعات دي يطلع لي منتج معين كل حاجة عندي داخل المصنع بتبقى محسوبة بالدقيقة والثانية لأن أنا في الحالات دي أو في خطوات التصنيع لو أنا حصل عندي أي تراكم أثناء عملية التصنيع بيحصل عندي مشاكل جندة جدا بيحصل عندي تلف ليه المادة الخام أو المنتج بيحصل عندي تلف ليه المصنع نفسه داخل المكان نفسه لو تراكمت داخله مثلا أو جواه المادة الخام أو المنتج فبيحصل له تلف فإذا أنا لازم أعمل عملية ترتيب مناسب مناسب للمكان داخل المصنع حسب طريقة الانتاج بتاعتي حسب إيه؟ طريقة الانتاج الانتاج بتاعتي طيب المراعات ساعة الأجهزة يعني مثلا أنا مجيش أقول آه أنا عندي خط السير مثلا بشكل معين وعندي مكانة مثلا مكان تغليف بتكون في نهاية مرحلة مثلا إيه؟ إنتاج وليكن مثلا إيه بسكويت أو مكان تعبئة الزجاجات العصير بتكون في نهاية مثلا إيه؟ نهاية إنتاج العصير مجيش مثلا يبقى عندي خط إنتاج مثلا أو المواسير العسارات مثلا أو المواسير اللي بيطلع منها العصير مثلا بتعبي مثلا مية زجاجة في الدقيقة أو ما أنا أحط لها مثلا مكان بطيء يعبي تسعين طب إيه اللي هيحصل؟ هيحصل أن العصير أو المواسير اللي أنا بتخرج العصير دي هتدلق العصير أو هيحصل تلف أو إخراج العصير خارج المكان الزيادة على ما الزجاجة التانية بتخش في المكان أو على كذا وعلى كذا فإذا أنا لازم أحسب التوقيت اللي عندي المكان عندي يكون متناسب عملوا مع بعض دي بتخلص مثلا أو بتشتغل مية عبوة في الدقيقة لأن عندي المكانة اللي بتخرج العصير في المواسير بتخرج مثلا في مية عبوة في الدقيقة بتعبي مية عبوة في الدقيقة بدي متناسبة مع دي مكان التغليف مثلا لو عند منتج زي العجائي مثلا بسكويت أو أيا كان أو البتيق أو أيا كان يعني لازم يكون عندي مكان التغليف متناسب مع المادة الخامة اللي خارجة بحيث أنها يحصل فيهم إيه؟ تقابل مع بعض اختيار الأجهزة التي تشغل الحيز الصغير أنا لو جدت أجهزة كبيرة أو أجهزة أكبر من اللازم وعندي مثلا حجم المصنع صغير فده حيأثر معايا في عملية الإنتاج يجب التجنب باستخدام الخشب والزجاج في أجزاء المعدات يجب أن تكون مصممة تبعا للنظام تبعا للنظام معين في تصميم معدة يجب أن توفر فرصة لأخذ عينات عند الحاجة آه يعني أنا دلوقتي أنا عندي المكان اللي بشتغل عليه أو ببدأ عملية الإنتاج أو التصنيع عليه بيبقى سهل علي في أثناء عملية الإنتاج أو أثناء عملية التصنيع أن أنا أخذ كل شوية عينة أبدأ أعمل لها عملية تحليل أو أبدأ أعمل لها عملية إيه؟ بشوفهم طبقة للمواصفات ولا لا؟ طب حصل فيها مشكلة أثناء عملية التصنيع أو حصل فيها أي تلف أو أي شيء ببدأ أن أنا أتلافى المشاكل أثناء عملية إيه؟ التصنيع ان انا وقف مثلا الخط الانتاج في النقطة دي او في المرحلة دي علشان اتلاف المشاكل اللي انا واجهتها اثناء عملية التصنيع طيب بعد كده يجب ان لا يتفاعل سطح المعدن مع المنتج وتتأثر به ده شيء اساسي زي ما احنا قلنا ان المعدن نفسه اللي بيستخدم فيه او الالة اللي بتستخدم فيه عملية التصنيع لكن لازم يكون المعدن بتاعها ما يتفاعلش مع المادة الخام او المنتج اللي انا بعمله عملية ايه تصنيع زراعي فلذلك لازم تكون او معظم المواد او المكان اللي بيستخدمه فيه اسناء التصنيع بيكون مصنوع من مادة غير قابلة للصدق وبيفضل طبعا المادة الستيل ستيل ده مادة غير قابلة للصدق حاولنا ان شاء الله ان احنا نلملكوا كل المعلومات اللي تقدر تفدكوا في حياتكم ان شاء الله العملية اللي جاية او ان شاء الله لما حضرتك تبدأ تعمل او تنشي المصنع بتاعك سواء ليك او انت وزميلك ان شاء الله في الحلقات القادمة او في الدروس اللي جاية نبدأ نديكم بعض المعلومات الافضل والاحسن من كده ان شاء الله او تابعونا على قناتنا على اليوتيوب قناة التعليم الفني وعلى الفيسبوك قناة التعليم الفني او ارجو ان نكون عند حصن نظنكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا